هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قدد صد البابا توادرث الثاني بابا الأسكندرية بطرايرك الكرادة الملقصية الشعب المصري ورئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو وفي برقية التهنية أكدت الكنيسة القبطية أن ثورة يوليو تعد إحدى النقاط المضيئة على طريق نضال الجيش المصري في سبيل نهضة الوطن والمستقبل الأفضل للمصريين مشيرة إلى أن ثورة يوليو المجيدة أعادت مصر لأبنائها ومنحتها الاستقلال ليحكم المصريون أنفسهم بأنفسهم